طرق حامد واحد من اللعيبة المهمين جدا داخل نادي الزمالك خلاص طرق حامد بيوافق على تجديد عقده مع نادي الزمالك للايام اللي جاية ووضع طرق حامد بعض الشروط للتجديد أهمها الحصول على قيمة عقده خالص الدرائب وأنه يحصل اللعب على 14 مليون جنيه في الموسم الواحد وشايف اللعب أنه لازم يكون بيأمن مستقبله في الفترة دي ممكن طرق حامد عقده بينتهي في نهاية الموسم اللي جاي وبحق له طبعا أنه يوقع لأي نادي في يناير الجاري فأعتقد أن نادي الزمالك لازم يجدد طرق حامد واحد من الأعمدة الرئيسية لنادي الزمالك في الموسم المواسم اللي فاتت وكمان الموسم جانته محتاجه بشكل كبير جدا طيب لسه داخل نادي الزمالك وبيستعد فريق الزمالك لكرة اليد لخوض آخر مباراة ليه في كاس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية بيلعب نادي الزمالك في الساعة 3 عصرا أمام الوحدة السعودي في مباراته التانية بالمجموعة التانية في المرحلة اللي هو فيها وبيحتاج نادي الزمالك للفوز مع الحفاظ على فارق الأهداف بينه وبين الدحيل القطري والنور السعودي في حال كمان أنه يحقق أي منهم الفوز على الآخر لضمان المركز الخامس في الترتيب العام يمكن الزمالك كسب 38-19 فريق جامعة سيدني في إطار مبارات تحديد المراكز من الخامس إلى العاشر عشان يكون رصيده في الترتيب العام نقطتين في المركز الخامس يمكن الناس كلها كانت مستنية ظهور نادي الزمالك أمام نادي برشلونة في بداية المسوار بيخسر أمام برشلونة ولكن كان عاملين مباراة كبيرة جدا وما كانش الفرق كبير يعني الفرق خسرته آه ولكن كانت مباراة كبيرة من لعيبة نادي الزمالك وكانش الفرق كبير والحقيقة الجيل اللي موجود دلوقتي فالنادي الزمالك الجيل عظيم الجيل قادر إن هو يمشي بالشكل اللي إحنا شايفينه فإن شاء الله كل التوفيق لنادي الزمالك بإذن الله وإن شاء الله يكونوا كده بيحققوا نتيجة إيجابية بإذن الله